قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن العام المقبل سيشهد زيادة في الرواتب والأجور مؤكدا أن على الحكومة وضع خطة واضحة للحصول والوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتمادي على الذات وشدد الرزاز أنه لا توجد ضرائب جديدة في العام المقبل وعلى الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب لتحفيز النمو الاقتصادي الذي ينعكس على المواطن الأردني وبيّن الرزاز أن الموازنة تمر بعدة مراحل رسمية بدءا من وزارة المالية وإقرارها بشكل أولي من مجلس الوزراء إلى أن يصدر القرار النهائي بها من مجلسي النواب والأعيان